أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله الذي أنزل على أبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً يوضع باساً شديداً من لذن ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يحملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا ما كذين فيه أبداً ويوضع الذين قالوا اتخذ الله ونداه ما لهم به من علم ولا ياباكي كم أسكرنا لا تخرج من أبداه إن يطولون إلا كذبا فلعلك باحئ من نفسك على آثاري على آثاري إن لم يؤمنوا بحياة الحديث أسما إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَنَى زِينَةً لَهَا لِنَبَلُّهُمْ أَيْمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وإِنَّا نَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْنًا جِدًا أَمْ حَسِذَتَ أَنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَانُوا وَالْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِ نَاجَبًا إِذْ أَوَلْ فِدْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنَّذُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّهْفَنَا وَهَيِّهْفَنَا مِنْ أَمْرِنَا شَيْبًا